هنكمل أخبارنا مع حضراتكم جراحة ناجحة لأبو ريدا تلغي سفره لمونديال الأندية ورئيس الفيفا والكاف يطمئنان على صحته هاتفيا أجريت جراحة ناجحة وبسيطة عبارة عن منظار للمهندس هاني أبو ريدا رئيس تحاد كرة القدم وعضو الفيفا وتم مغادرة المستشفى وتسببت الجراحة في تأجيل سفر المهندس هاني لليابان للتواجد في مونديال الأندية حارس أيضا كل من السويسري جاني أنفانتينو ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وعيسى حياته رئيس الاتحاد الأفريقي كاف على الاطمئنان على صحة هاني أبو ريدا خلال مكالمة تلفونية تطمنوا فيها على صحة المهندس هاني أبو ريدا